كشف تقرير للمركز الإحصائي الخليجي أن مملكة البحرين هي أقل الدول الخليجية في نسبة أنواع الأسماك المهددة بالانقراض من إجمالي أنواع الأسماك المعروفة في دول مجلس التعاون كما بيّن التقرير الخليجي أن مملكة البحرين الأعلى خليجياً في نسبة المناطق البحرية المحمية من المياه الإقليمية لتنظيم عملية الصيد ومنع استياد الأسماك المهددة بالانقراض والحفاظ على الثروة البحرية حرصت مملكة البحرين على اتخاذ العديد من الإجراءات منذ سنوات وذلك عبر الحفاظ على الحياة البحرية وتنميتها من خلال حزمة من التشريعات والقرارات والإجراءات لتحصد اليوم ثمار هذه المنظومة الرصينة بعد الكشف عن تقرير خليجي يؤكد أن مملكة البحرين هي أقل الدول الخليجية في نسبة أنواع الأسماك المهددة بالانقراض خطوات مهمة اتخذتها المملكة وضعت أطر قانونية منتظمة لتحمي القطاع السمكي نظرا لتنوع البيئة البحرية حيث حدت من الصيد الجائر بشكل كبير كما منعت الممارسات الخاطئة مثل الكراف بالإضافة إلى منع صيد الربيان وسرطان البحر في مدة التكاثر علاوة على تحديد حجم الأسماك التي يمكن استيادها مثل الهامور والشنعد مما يؤثر على عملية التكاثر المستقبلية ويخل بالنظم البيئية البحرية فهذه الإجراءات المستمرة التي تغم بها المملكة ليس إلا للحفاظ على البيئة البحرية والنهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يشكل ركيزة مهمة في تحقيق أمن قذائي مستدام لمملكة البحرين إلى ذلك تنعم مملكة البحرين وأرخبيلها بسبب مناخها المعتدل بتواجد الكثير من الأسماك أبرزها الصافي والهامور والفسكر والربيان حيث أولت المملكة البيئة البحرية اهتماما بالغا للحفاظ على المخزون السمكي بشكل خاص وعلى الثروة البحرية بشكل عام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر